داعش صنيعة الغرب التي يشرعن من خلالها الاحتلال وترجح بها كافة التدخلات للدول التي أطمح الغرب في فرض هيمنته عليها والتي تحولت بموجيبها كل الدول التي فرضت الأمم المتحدة هيمنتها عليها بحجة الحماية إلى محتضرة تستجدل وحدة للملمة أشلائها أصبحت تمثل الذريعة القوية التي يتغنى بها الغرب والتي يعول عليها لإرساء القناعات بوجوب منح الترخيص لها كي تهب السلام المزعوم إلى ليبيا بعيدا عن أبنائها الشرفة قلق أمريكي من تمدد داعش على الأراضي الليبية وصفه المتحدث باسم الوزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك بالتخوف الذي يطرح فكرة توجيه ضربات جوية للقضاء على الدواعش في ليبيا بالمحتمل في حين أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما توجيهات لمستشريه في مجال الأمن القومي للتصدي لمحاولات توسع داعش في ليبيا إسرائيل وبحسب المراقبين والتقدير الإسرائيلي الأولي لعام 2016 وضعت الملف الليبي في مقدمة التحديات التي رأت أنها قد تؤثر سلبا على المنظومة العسكرية الإسرائيلية بتنامي ملف الدولة الإسلامية داعش في ليبيا حسب زعمها مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتين كوبلر حذر الأطراف الليبية من أن صبر الدول الأعضاء بدأ ينفذ إزاء البطء السياسي أمام توسع تنظيم الدولة في البلاد مؤكدا بأن الاتفاق السياسي ينص على لجنة أمنية مؤقتة لتأمين الحكومة في طرابلس مشيرا إلى أن الهدف من التواصل مع المجموعات المسلحة هو العمل على إنشاء قوات ليبية قوية وموحدة قادرة على قتال تنظيم داعش وتأمين حكومة الوفاق حسب قوله الربط بين الحكومة المفروضة من الغرب وورقة داعش ليست بالجملة الجديدة التي تشرعن بها الأطماع الدولية وتدخلاتها في ليبيا ولا بالغريبة على من وضعوا مبادئ فبراير ومصلحة الوطن وحريته أمام أعينهما فهل سيكون اجتماع رئيس حكومة الوفاق السري الذي جمعه بمجرم الحرب حفتر بمدينة المرج هو من سيرسخ حكومة الأمم المتحدة في ليبيا مسقطا ورقة داعش أم أن تجاوز فايز سراج لصلاحياته وقفزه على خيارات وقرارات مجلسه سيكون السبب القوي في إسقاط حكومته المفروضة من الخارج وخلق أعذار غربية جديدة ترجمة نانسي قنقر